مرحبا، شركة اسمها ديجيت، بتسوي شيء أنت طول عمرك تتمنى بتحوش لك فلوس بدون ما تطلب منها تطبيق معزز بالذكاء الاصطناعي، بيحل سلوكك المالي وعاداتك الشرائية وبيظل حوش لك أوتوماتيكياً بدون ما تطلب منها أسس الشركة إيثان بلوخ عام 2013 وفي عام 2014 حصلت الشركة على تمويل استثماري بقيمة مليونين ونص دولار عام 2015 حصلت على تمويل استثماري بقيمة 11 مليون وثلاثمئة ألف دولار عام 2016 حصلت على 22 مليون وخمسمئة ألف دولار عام 2019 حصلت على 27 مليون وخمسمئة ألف دولار إلى أي قطاع تعود هذه الشركة؟ قطاع التكنولوجيا المالية مثال ثاني شركة مصرية ناشئة تحصد جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021 في الشرق الأوسط وهي شركة value شو المبدأ؟ مبدأ ممتاز اشتري الآن وادفع بعدين مثال ثالث peer-to-peer lending يعني ند لند الإقراض ند لند أو نضير لنضير يعني إقراض منك لوحد ثاني أو الإقراض المباشر وين التكنولوجيا المالية في الموضوع؟ بيصووا تطبيق بتدخلوا علي ناس مستعدين يقرضوا مبالغ صغيرة لبعض وبتم إقراضها للمحتاج قرض زي عمل البنك بالضبط لكن طبعاً في خطورة أن الأموال مش مضمونة وعلى الرغم من هذا وفقاً لموقع سوابر كان حجم سوق الإقراض المباشر في عام 2013 فقط حوالي 3.5 مليار دولار ثم في عام 2019 وصل إلى حوالي 67 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 558 مليار دولار بحلول عام 2027 يعني نموه هائل مثال رابع اثنين راحوا أمنوا سياراتهم واحد ما بستخدمها كثير واحد ما بنزل منها وين العدادة؟ كفى الشركة التأمين بريطانية بتقول لك إحنا بنعطيك تأمين بالساعة مش بالصنة يعني لما بدك التأمين تدفع الفكرة خطرت على بال مؤسس الشركة فردي ماكنمارا وهو يحتسي بعض الببسي مع أصدقاؤه في بار استغبر الله العظيم مش تروع على بار عشان يطلع في بالك فكرة زيها ليش رب نبسي بالبين؟ السؤال كان مش معقول ما تقدر تحصل على تأمين يغطيك لمدة زمنية قصيرة إذا أنت محتاج تأمين فقط لهذه المدة راح مأسس الشركة في أدنبرا سكوتلندا وبدأ من خلال تطبيق يبيع تأمين بالساعة وكان تكلفة التأمين بالساعة حوالي 10 دولار لغاية الآن صاروا بايعين أكثر من 2.5 مليون بوليس التأمين قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر من أهم القطاعات الريادية اللي قاعد يتطور بشكل رهيب جدا والدول المتقدمة بالشجع لأنه في النهاية بصد في مصلحة المستهلكين لكن بعض الدول بتعقده لأنه يؤثر على مصالح الشركات القائمة وهنا يكون الفرق بشكل عام الريادة في مجال التكنولوجيا المالية يشمل منصات التمويل الجماعي العملات الرقمية الإقراض التأمين المتاجرة في الأصم والعملات تحويل الأموال المحافظة الإلكترونية المذهل في الموضوع أن هناك شركات تكنولوجيا مالية وصلت قيمها إلى أكثر من مليار دولار مثل سترايب تأسست هذا الشركة من قبل رائدي الأعمال جون وباتريك كوليسون اللي هم إخوان اثنين من إيرلندا في عام 2010 حصلها على تمويل قيمته 2 مليون دولار من عدة مستثمرين كان من ضمنهم مين الأخ إيلون موسك مؤسس بيبال وتاسلا واللي حالياً يعتبر أغنى رجل في العالم في عام 2016 تم تقييم شركة سترايب بقيمة 9 مليار و 200 مليون دولار وبعدها بخمس سنوات ووفقاً لموقع تك كرانش قيمة الشركة وصلت في عام 2021 إلى 74 مليار دولار وفقاً لبلومبرغ بليونير اندكس بلغت قيمة ثروة جون إخوان جون وباتريك كوليسون في شهر عشرة وهو أكتوبر 2022 حوالي 8 مليار و 290 مليون دولار لكل منهما يعني كل واحد منهم ثروته 8 مليار و 290 مليون دولار طبعاً بالتالي أصبحوا أغنى أخوين في إيرلندا شو بتعمل سترايب غير أنها سوت الأخوين كوليسون مليارديرية بواب الدفع آمنة وموثوقة بين مستخدمي تجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الإلكترونية بشكل عام لما تستخدم بطاقة ائتمام في كثير من الحالات بتكون هي في الخلفية بترتب لك الأمور بالمناسبة التوجه العالمي في رياضة الأعمال الرقمية هي التكنولوجيا المالية وشوف معي هاي النسب والأرقام العالمية وفقاً لمجلة الإيكونونست البريطانية واحد من خمس دولارات رأس مال مغامر يذهب إلى شركات ريادية في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2020 بلغت نسبة تطبيقات التكنولوجيا المالية اللي تم تحميلها حوالي 6% من حجم التطبيقات اللي تم تحميلها بشكل عام في كل عالم وهو رقم هائل بكل المقيس بالأرقام تم تحميل 4 مليار و600 مليون تطبيق مختص بالتكنولوجيا المالية وخذ كمان 64% من المستهلكين حول العالم استعمل على الأقل تطبيق واحد مختص بالتكنولوجيا المالية الابتكار المستمر في مجال التكنولوجيا المالية سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتلاشى الخيط الرفيع بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التقليدية هذا يعني أن المؤسسات المصرفية والمالية لابد أن تنتبه أن دورها كوسيط مالي شارف على خط النهاية أيضاً أمام رواد الأعمال طريق واسع وسريع ومثمر وهو طريق التكنولوجيا المالية الذي يوجد فيه فرص كثيرة جداً علينا جميعاً دعمها وعليهم هم استغلالها أشكراً